البار حكم المشوار هنعيد شريط حياتنا كأنها مباراة وحنشوف اللي فاتنا في مشوار الحياة ومعانا بار نحكم معاه لو في غلط احنا غلطناها مستمعين الأعزاء شباب مصر الأوفياء كلمتكم قبل كده عن برامج الراديو القصيرة كابسولات اللي أنا كنت بقدمها على الإفطار عقب دعاء الشيخ النقشباندي في رمضان يوميا كل رمضان كنت بقدم برنامج جديد لمدة 30 رمضان ورابعة ولدرجة أن البرامج دي علاقت مع الناس جدا وحبوها جدا وبقت تقريبا تنافس شاهد على العصر في شعبيتها وارتباط الناس بيها وكنت كل سنة بكتهد أن أنا أقدم برنامج بعنوان جديد حتى لو المضمون متقارب مع برامج سابقة أو الفكرة متشابهة مع برامج قدمتها قبل كده لكن الفورم أو الشكل أو الهاندلينج أو المدخل بتاعي اللي أنا بعمله للبرنامج كان بيختلف وبيديله طعم مختلف عن برامج الأخرى اللي قدمتها قبل كده وعنوان مختلف وتناول مختلف تماما يعني من كل النواحي حتى لو هم نفس الضيوف وكان فيه ضيوف بقى لبرامج ما بعد الإفطار ديك ما بيرضوش يسجلوا مع حد تاني لأنه عارفين أنا حكلمهم فلما كان زملائي أو زميلاتي يكلموهم عشان يسجلوا معهم برامج رمضان يعتذروا لهم عشان ما يحرقوش نفسهم يعني ما يبقوش ببرامج رمضان كتير عند مذيعين كتير يعني من الضيوف دول الأثيرين اللي كانوا تقريبا ثبتين عندي ويضغير عليهم ضيوف تانيين لكن هم ثبتين كان سيدة الشاشة العربية فتن حمامة الموسيقار محمد عبدالوهاب الموسيقار كمال الطويل الكاتب الصحفي الساخر محمود السعداني الكاتب الكبير أنيس منصور السياسي الكبير خالد موحيددين المستشار في القراء محمد سعيد العشماوي كان كاتب كبير أيضا الكاتبة الكبيرة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد وهكذا يعني المجموعة المجموعة دي ثبتة عندي يتغير عليهم بقى بيضاف كل سنة الأسماء اللي هي في دائرة الأحداث بتاعت رمضان اللي أنا بقدمه لكن دول ثبتين وكان البرامج دي كل مرة كنت بعمل تيتر للبرنامج أنا اللي بكتبه مقدمة يعني غنائية كان بيلحانهم عمار الشريعي في ارتباط جميل كده كنا عاملين دويته مع بعض أنا أكتب هو إلحان تطوعا كده بدون مقابل حبا في المهنة وفي الإضاءة المصرية يعني والتيترات الغنائية اللي كنت بعملها أنا معمار دي كان لها شعبية كبيرة جدا لدرجة أن كانوا الأطفال بيغنوها زي الإعلانات ولسه يعني لغد دلوقتي الناس كتبين على حسابي على الفيسبوك طالبين المقدمة الغنائية بتاعت برنامج كنت بقدمه في رمضان زمان اسمه شيء ما وبيقول أنه كان عنده عشر سنين وكان بيغني المقدمة الغنائية بتاعت شيء ما وإحنا بنقول أو الكرال يعني بيقول شيء ما عمار الشريعي شيء ما عمار باطيشة لأنه كانت بتتغنى بطريقة لطيفة جدا وعمار كان بيعملهم بشكل دمه خفيف قوي 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 فكانوا الناس بيحفظوهم وعلمت مع الناس قوي يعني لدرجة أن موسيقار الأجيال محمد عبلوهاب نفسه في مرة كده وأنا عنده بسجل برنامج رمضان كان برنامج اسمه آخر كلام ده كان سنة 1991 أنا ادحلبت كده رأيتم وقلت له بعد ما خلصت الاحوار معاه وسجلته يعني قلت له أستاذ عبلوهاب من فضلك عايزك تقول لي كلمة آخر كلام فقال لي آخر كلام خدتها منه وانا في ذهني ان انا احطها على التتر هو فيهم طبعا فلاقيته بيقول لي يا عمورة انت ليه ما فكرتش تطلب مني ان انا اعملك تتر برنامج رمضان ده اديك قطعة موسيقية كده تعملها تتر لبرنامج رمضان بتاع الفطار بتاعك ده قلت لي ياه ده انا اتمنى يا ريت وانا طول انا بس يعني ما تصورتش ان الموسيقار عبد الوهاب القامة الكبيرة ديت اني اطلب منه حاجة يعني تتر برنامج مدته خمس دقايق في الراديو يعني صغيرة عليك قبل ان انا اطلب منك حاجة زي دي قال لي لا انت تطلب وانا اللي اقول بقى اعمله ولا ما اعملوش انما انت تطلب انت وهكذا واديني بطلب اهو ويا ريت حضرتك ان شاء الله السنة الجاية تعمل لي التتر بتاع رمضان الجاي ان شاء الله ان عيشنا انا قلت ان عيشنا دي وحست انه هو عينيه غيمت كده شوية وسرح وما فهمتش معنى السرحة دي جير بعدها بشهرين تقريبا او تلاتة بالكتير ان هو رحل عن دنيانا ولم يحقق هذا الحلم اللي انا كنت بحلمه يعني مع ان هو اللي طلبه ضاعت الفرصة دي ان الموسيقار عبد الوهاب يعمل التتر وفضل عمار يعمله بعد كده الله يرحمه هو كمان يعني برضو الموسيقار عبد الوهاب يعني حاجة غريبة جدا في اخر خمس سنين من حياته كنا قريبين جدا من بعض وكنا تقريبا بنتكلم كل يوم واعد اقول له اخبار الدنيا ايه وياخد ودي معايا في الكلام وساعات كنت اروح له البيت وكان بيعزيني جدا درجة انه مرة كان عيان وكانوا منعين زيارته لكن سمح لي انا ان ادخل عنده وما كانش السيدة نهلة زوجته في البيت يومها دخلت وقعدت على طرف السرير وقامت قاعد لص قاعدة كده وقاعد يتكلم معايا فهما جات السيدة نهلة من البرة ولاقيتني عنده قلت قاعدته ايه بتتعبوه بيبي ليه بتتعبوه ليه انتو هارفين انه تعبان فكرت ان انا بيشتغل معايا ولا بيسجل معايا ولا حاجة فقال لا 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 ده عمورة ده صحبي وانا قاعد معاه بناخد وندي مع بعض يعني وكده فالمهم جيه على الاخر بقى وقال لي ايه احنا عايزين نعمل اغنية عايزة اديلك لحن تكتب لي عليه كلمات اغنية كده جديدة بافكر فيها قلت له يا ريت فدندن لي الاغنية وسجلت له اللحن كده وروحت بقى على الاساس اكتب عليها كلام كتبت عليها كلام وسمعته في التليفون قال لي هاي الجميل جدا احنا نديها بقى لمحمد صروت بس ايه لما ارجع من الاجست الصيف انا مسافر فرنسا اول ما ارجع من اجست الصيف نقعد مع بعض نكملها ونديها لصروت كان صروت ده بقى بالنسبة له هو الاغنية الشبابية انا قلت له وهو كزالي وللأسف ان هو سافر وراح اجست الصيف ورجع بعد ما رجع على طول توفي الى رحمة الله موسيقر عبدالوهاب تاني افتكرت بيت الشعر الجميل بتاع الامام الشافعي اذا هبت رياحك فاخدنمها فان ريحة طابعه السكون ولا تغفل عن الاحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون قدر الله وما شاء فعل ونكمل بكرة ان شاء الله البار حكم البشوار اعداد وتقديم عمر بطيشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة